نعم الوضع أفضل من حيث الأفراد الذين كانوا متعلقين بمشكلة القرد ومشكلة الديون في المنازل والإسكان الآن في واحد عمل يغير القرد وبإمكانه أن الذين كانوا عندهم ديون فتم هناك نوعا أعطوهم مهلات المشكلة أن الدواء الذي عالج الاقتصاد العالمي وهو تخفيض أسعار الفائدة أصبح نوعا من الداء فأسعار الفائدة الآن صارت سفر ولا صارت تحت السفر وهذا لا يشجع الشركات أن تستثمر ويشجع الشركات أن تقترض بهذه الأسعار الفائدة المغرية ولكن لا تستثمر هذا النقد يعني الكابكس في الاستثمارات في نفقات الشركات فلما ترى عندك مقدار الكاش في الشركات كثير عالي ولكن لم يتم استعمال هذا الكاش أما عن البنوك المركزية فهي صارت عندك البنك المركزي الياباني صار يسمى بالحوت الحوت لأنه يملك هو أكبر ممتلك من 55 شركة في النيكاي اندكس في أسهمها فصار هناك نوع من الاعتماد عن البنوك المركزية البنوك المركزية تشري السندات والأوراق المالية ولكن الشركات لا تأخذ القرد فتأخذ الكاش هذا ولا يتم استعمال الكاش وهذه صارت مشكلة نحن نتحدث أن مساعدة البنوك المركزية العالمية وقفت عند الأوراق البنوك والشركات ولم تذهب إلى الاقتصاد الحقيقي أشرف هناك عدة تحذيرات عما يحدث في الاقتصاد وخصوصا هنا نتحدث عن القطاع البنكي الأوروبي القطاع البنكي الأوروبي نحكي عن ننبرفومينج لونز في إيطاليا وأيضا أكثر من تحذير بالنسبة لدويتشي بانك كريدت سويس رويل بانك في سكوتلند الاماف كان قد أعلن أكثر من مرة أنه يجب أن يكون هناك انتباه لهذا الموضوع كريدت ديفولت سوابس على بالتحديد دويتشي بانك صعدت بشكل كبير جدا وهي الأعلى في البنوك الاستثمارية هل نحن بصدد يعني من بعد ثمانية أعوام أن نرى أزمة جديدة لكن هذه المرة لا تنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية وإنما من قطاع البنكي الأوروبي برأيك يمكن ولكن في واحد يمكن يقول لك لكن السيدة لبناء هذه ليست مشكلة لأن البنك المركزي الأوروبي انتقل من شراء السندات الحكومات إلى السندات البنوك والشركات ولكن بالحق يعني بالعام اللي فات دويتش بانك كان نازل إلى بوكريدي سويس مستواتهم إلى أدنى مستويات في التاريخ طبعا للطورية في الاستثمارات في سندات إيطاليا ولكن المشكلة أنه كيف حلوا المشكلة ولكن ما حلوها وكيف دخلوا في الاستقرار أنه اشتروا الدت اشتروا القروض تاعتهم اشتروا السندات يعني بدل المشاركة تسوي ستوك بايباك تشري أسهمها البنك دويتش أشار الدت ولكن هذا يعني دواء شورت تيرن يعني قصير المدى فإذا أجاوب سؤالك نعم يمكن أن البنوك المركزية تكون من المشاكل من المشاكل الكبرى ولكن بس ممكن أقول إيشي تاني عودة إلى الوث المتحدة نحن نتكلم عن داوت جونز داوت جونز عالي وإلا 3 أو 4% تحت مستوى يعني يعني القياسي والأس أم بي ولكن يا لبنى بوذا فيه إيشي كتير مهم فيه هناك وتباعد بين يعني فيه عندك إلا أربعين بالمئة من أعضاء الداوت جونز فوق متوسط خمسين اليوم يعني مش سبعين يعني أكتر من ستين بالمئة من أسهم إلا أعضاء الداوت جونز تحت متوسط خمسين بالمئة ولكن الداوت جونز اللي ساتوا عالي ماذا هذا إنه عندك الأموال الأموال عم بتروح في المؤشرات وليس داخل الأسهم الفرضية يعني 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 يكون الاستثمار بشراء الداوت جونز وليس الأسهم المدرزات تحت اسم الداوت جونز أشرف سؤال أخير لأن نحن نرى الان ارتفاع على العوائد على السندات العالمية بشكل عام ما يعني بالتأكيد لما ترتفع عم تتراجع السندات ولكن مع ذلك يعني بالرغم من السلاف اللي شفنا هذا الأسبوع ولكن ما تزال الأسهم العالمية أيضا تعتبر في مستويات تاريخية قياسية كيف لا نفهم هذا السلوك خصوصا أنه يجب أن يكون بالعكس وليس مع بعضه بالضبط الأشي اللي شرحته لبناء أنه البنك المركزي الياباني وأنا قلت هذه الأشياء منذ شهر اثنين من العام هذا قلت أنه البنك المركزي الياباني لا يقدر لا يوجد السندات الكافية للشراء فلما قال أنه كما قلت أنه مش رح يعتمد على شراء السندات على المدى الطويل ولكن لتخفيض الفائدة سلبية فلما ما يشتري السندات سعر السندات ينزل والعائد يطلع وهم يعملوها بالقصد لماذا لبناء لأن الفرنسية تعتمد على أرباحها بين الفرق بين السندات ذو قصيرة المدى والسندات ذو البعيد المدى وهكذا البنوك تسوي مصاريها فلما العائد على السندات يعني العالي ينزل أرباحها تتقلص فهم عايزين يطلعوا شوي العائد من خلال تخفيض شراء السندات على المدى الطويل المشكلة أنه لما يحدث ذلك وفي هناك كلام لبناء أنه كلام أنه صارت أنه السلوشن وللحل الآن ليس بنوك المركزية ولكن سياسات الضرائب المتوسعة وهو زيادة في النفقات الحكومية وتخفيض الضرائب وإذا ترامب يمكن يأتي ذلك فسيؤدي إلى ذلك ويمكن هذا فيه مخاوف للإنفليشن التضخم وهذا كمان يرفع إلى العائد ولكن كما قلت أنه هذا عادي أنا لا أتوقع أنه هذا سيدوم شكرا الرئيس التنفيذي في أشرف العادي خلص وقت معك شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة